أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بوضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أسامة عرابي زي كابتن أسامة أنا أسهلاً بك يا إسلام بصرة أنا ونت بصرة النهاردة رابسين زي بعض أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كله كويس؟ الحمد لله كابتن أسامة مباراة مهمة لوقتي يجي خبر أو تأكد خبر عدم وجود الجمهور إن شاء الله يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الثالثة ومباراة الأهلي والهلال أو الهلال والأهلي هل تعتقد أنه ده سيكون نقطة إيجابية في صالح النادي الأهلي ولا نقطة سلبية بزي ما أحدك شايف؟ لا أكيد إيجابية أصلاً فيه ناس بتلعب تحت الضغط أفضل ماشي فيه بعض الناس بتلعب تحت الضغط أفضل بس خلي بالك الجماهير تملي غالباً يعني تبقى صالح الفرحة بتلعب صاحب الأرض بتحمس الناس بتخليهم يبزولوا جهد أكتر بتخليهم عندهم إصرار أكتر النادي الأهلي ما تفرقش معه كتير طبعاً الأهلي خبراته كبيرة جداً في إفريقيا وسواء بيلعب قدام جمهور ما بيلعبش قدام جمهور إمكانياتهم وخبراتهم تركهم الخبرات على مدار سنين طويلة ما بتفرقش ولكن ما فيش شك أنه لو حسبناها نسبتها إفين أكتر لا طبعاً هتبقى في صالح النادي الأهلي أكتر من صالح حتى لو نقول إنه جاي من كاس عالم أندية وكان هناك تشجيع كبير وكان برضو على الأقل لنص الأستاذ بيبقى يعني في مورد بالميرس كان تلاتة ربعاً الأستاذ كمان ضد النادي الأهلي أعتقد حتى لو كده آه لا ما هو أنا بقول لك النادي الأهلي طبعاً خبرات لعبته تقدر تلعب طبعاً مع جماهيرنا أدي أكيد طبعاً وحتى ضد الجمهور المنافس لما بيكون جمهور منافس حصل من كم سنة في الهلال تحديداً آه كتير وما لعبنا وأنت عارف كتير يعني ما بتفرقش معنا ولكن ما فيش شك إنه عدم وجوده الجمهور آه بيقلل من حماسة اللاعب حماسة اللاعب اللي هو صاحب الأرض شوية آه لكن نادي الأهلي سواء لعبنا بجمهور أو إن شاء الله نقدر نكسب الماتش طعب السنة اللي فاتت وأنا مصر يعني الناس كتيري بتقولي أنا مصر أن أسأل السؤال ده لأنه سؤال عايزين يسخر الناس شوية اللعيبة يعني اللي هو السنة اللي فاتت بعد مبارات الهلال نعم بعد مبارات الهلال لأ السنة اللي فاتت بعد ما فوزنا بتالت العالم برضو رجعنا لعبنا أولى مبارات الافريقية وكانت سنبا وخسرنا آه مش شرط ما هو أنت خلي بالك ميزة المجموعات إنك إنت عندك ست ماتشاط تقدر بالذات الفرق الكبيرة تقدر تتدرك الموقف لو حصل دروب في مباراة سواء بهزيمة أو تعادل لكن الأفضل طبعا إنك إنت تبتدي من البداية قوي وتكسب طبعا مرة واحد أو على الأقل تتعادل خارج أرضك وخاصة أن المنافس التقليدي في المجموعة بتاعتك لو سن داونز كسب المباراة الأولى الهلال واحد صفر رغم أنه الهلال في المباراة دي عمل مباراة جيدة جدا وخسر واحد صفر لكن في النهاية سن داونز هو المنافس مع النادي الآلي على أول وثاني للمجموع فمرضو في مصلحتك إنك إنت في المباراة الأولى دي إنك إن شاء الله تكسب الثلاث نقط أو لو ما كانتش كده على الأقل تتعادل يعني خسارة الهلال في المباراة الأولى هل دا شيء سلبي للنادي الأهلي؟ لا سلبي للهلال أكتر للهلال؟ أه للهلال أكتر هايجي بقى متحمس وعايز أكسب؟ ماشي هيبقى متحمس بس هيبقى متوتر ومستعجل لأنه إحساسه لو خسر المباراة اللي هي التانية على التوالي وعلى أرضه غالبا غالبا هيبقى بره الأول والثاني غالبا يعني فصحيح هيبقى مندفع وعايز يكسب وإصرار وكده ولكن برضو عاملة ضغط عليه عاملة ضغط عليه لأنه إحساسه أنه الأهلي لو كسب المباراة هو هيبقى بره الموضوع بدري كمان يعني هيبقى لسه أربع متشاط صحيح بس هيبقى صعب عليه قوي ليه صعب لي يا كابتون؟ أربع متشاط بتبقى 12 نقطة بس خسران الأول سان داونز وخسران من الأهلي لو خسر من الأهلي إن شاء الله يعني هيبقى صعب الموقف صعب أيوة لا أنا فيه بس أنا عشان آه لا 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 ما هو أربع أربع مباريات صعية 12 نقطة بس لما هتخسر إنت أول ما تشن في ملعبك مش يبقى عندك القدرة أو أنك تقدر تكسب الأربع متشاط البعادية متش في العال وماتش بره سان داونز بره فلسه هيبقى عنده النادي الأهلي هنا وعنده سان داونز تاني هنا في السودان يعني فالعمله مش تبقى سهل عليه فهو لو خسر أعتقد هو بره للموضوع يعني دا بالنسبة كبيرة يعني دا إيجابي للنادي الأهلي تقصد؟ أحياء ما هي فيها شقين هي إيجابي إن فرقة الليلة تبقى تحت ضغط قوي تحت ضغط أنت تملي وإنت حاسس إن الفرصة الأخيرة بالنسبة لك بتبقى متوتر شوية قراراتك تبقى متوترة شوية لو جي في الجون مثلا هتبقى مستعجل ومتوتر تفتح أكتر لو متأخرت في إحراز هدف هتبقى في استعجال فهي في صالح النادي الأهلي أكتر أنه خبرة لعبة النادي الأهلي تقدر تمتص إذا كان هم هيبقى متحمسين يعني عشان خسروا المباراة الأولى وعايزين يكسبوا النادي الأهلي النادي الأهلي قدر يمتصوهم ويقدر يسجل فيهم كمان فهي طبعا نقطة أنا وجهة نظر في صالح النادي الأهلي طيب شفت المباراة الأولى لنادي الهلال إزاي أمام سانداونس ها زي ما قلت لك مباراة جيدة هم تخطفوا في جون في أول 8 دايق غلطة من من لعب وسط السودان وبرجحها الرجل خطفها وراح جاب جون لكن في أحداث الماتش تحس الفيري تلاقي تحسنت عن الفترات اللي فاتت فعلا اه وجابوا ثلاث لعيبة برضو اللي هو عبدول جاجون دال ناجيري وبرهيم مصطفى وجرالد فيري لعيبة برضو معقولين مش هنقول لي يعني أحسن حاجة ولكن اللعيبة كويسين عندهم طبعا أربع خمس لعيبة أو ستة في المنتخب حمد عبد الرحمن أعتقد أفتره طبعا محمد عبد الرحمن خطر في راسع الزيري الأيصر كويس أبو عشرين جون مش وحش إيرانك لو محمد إيرانك ده هو السرطبك برضو كويس يعني عندهم أربع خمس ستة لعيبة في المنتخب السوداني شفناهم مع منتخب مصر في المباراة الأولى كانوا بعاد قوي لكن في مباراة الأمم الأفريقية مصر كسبتهم 1-0 تحس كان فيه تحسن شوية صحيح طبعا منتخب المصر كان أفضل لكن فيه لعيبة منهم لعيبة كويسين وانت زي ما قلت محمد عبد الرحمن طبعا أهم أحطر لعب أختارهم يعني